عبد الرحمن الرجل من البحرين يقول كيف أدافع عن الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بارك الله فيك و رضي الله عنك وتشكر على هذا الحس و هذا لا شك بأنه شعور كل مسلم يحب أنه يدافع عن الإسلام و يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء ندافع فيه عن الإسلام و عن النبي عليه الصلاة والسلام أننا نطبق الإسلام في أنفسنا إذا طبقنا الإسلام في أنفسنا وترجمنا ترجمة عملية بطاعة الله وطاعة نبي عليه الصلاة والسلام والله إنها الأعظم النصرة أعظم نصرة لدين الله ولرسول الله أن نطبق الإسلام في أنفسنا ولذلك ماذا قال جل وعلا إن تنصر الله ينصركم الله بحاجة ننصره لا إن تنصر الله بإقامة حدوده و بالامتثال أوامره و اجتناب نواهيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى نصرتنا لأنه مؤيد من الله لكن اتباع النبي و طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم انتصار له صلى الله عليه وسلم لذلك أخي الفاضل الأمر الثاني الحذر الحذر من أن يتصرف الإنسان من خلال العاطفة لأن العواطف أحيانا عواصف و قواصف فمهم جدا نرجع للعلماء للحكماء الناضجين الذين عركتهم الأيام و التجارب و ركب الصعب و الذلول من أهل العلم و نقولهم ماذا نفعل و لا يجوز لأن بعض الناس قد يتهور أو يتكلم بكلام يضربه الإسلام وأهله أو يتصرف حقيقة قائم على الحم و قائم على العجلة و هذا لا يليق أهم شيء نطبق الإسلام في أنفسنا ندعو إلى الله بالحكمة و الموعظة الحسنة و الجدال بالتي أحسن نحرص على أن ننشر الإسلام بالطريقة الهادئة هذا أهم شيء بارك الله فيك و رضي عنك